اهلا بكم يا شباب في اول محاضرة من كورس الديجيتال ماركتينج وقلنا الكورس ده ان شاء الله هنغطي فيه كل احتياجاتنا في الديجيتال ماركتينج بصورة عملية واحترافية ولكن قبل ما نبدأ انا حبك تحط في دماغك البتين دول وما نيلوا المطالب بالتمني ولكن تأخذ بدون يا غلابة يعني حط في دماغك كده ان انت لو انت كسلان وقاعد وقاعد على سديدك بتحلم انا عايز ابقى مليونير انا عايز احقق مطالب بتاعتي انا عايز اشتري عربية انا عايز اشتري بيت تمليك لا الدنيا ما بتأخذش كده وزي ما قلت لك حط البيتين دول في دماغك وما نيلوا المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابة وما استعصى على قوم من منال اذ الاقدام كان لهم ركابة يعني حضرتك عايز حاجة لازم تتعب تعمل مجهود وتشتغل وتشتغل وايه تشتغل على نفسك مش تشوف فلان تقول يا فلان ده ناجح انا عايز ابقى زي فلان طب لازم تفكر فلان ده بقى كده ازاي حقق النجاح ده ازاي تعب ازاي اشتغل على نفسه ازاي احنا مهمتنا في الكورسي ده ان شاء الله ان احنا نعلمك اولا ازاي تشتغل على نفسك نعلمك مصادر الدخل بتاعتك اللي تقدر تشتغل عليها كويس جدا جدا ازاي تحقق التارجت بتاعك مش ان انت تععد على المخدة وتحلم بس لا خلاص ما بقاش فيه وقت للاحلام احنا في 2021 التكنولوجي مسيطر على كل حاجة يبقى احنا دلوقتي نعمل يبقى نشتغل اهداف ما نتكلمش في احلام لا نشتغل اهداف الفرق بين الهدف والحلم ان الحلم انت قاعد نايم ما بتتحركش وقاعد تحلم طول الليل وطول النهار بالفلوس وبالغنى وبالنجاح اما الاهداف لا الاهداف هي العمل العمل على ايه على تحقيق الاهداف دي طيب نقول باسم الله الرحمن الرحيم اول جزء في الكورس ده احنا قلنا انا عايز ادخل المجال ده اول حاجة المجال ده محتاج يعني اللي بصوله زي الدنيا الدنيا انت علشان تقول انا هو لازم يبقى عندك شهادة لسانس او باكليريوز ده المعرف بتاعك بلس البطاقة الشخصية بتاعتك فانا عايز ادخل المجال ده فانا محتاج بطاقة تعريفية البيزنس كارت بتاعي ايه هو البيزنس كارت اللي هو الويب سايت الخاص بيه يعني افهم من كده ان المجال ده انا ما قدرش ادخله من غير ويب سايت اه ما تقدرش تدخل المجال ده سواء كنت هتشتغل افليت سواء كان سواء كان اه فيسبوك ماركت سواء كان ايا كان المجال اللي انت حابب تشتغله حتى لو انت هتسوق لسلعة خاصة بيك مينفعش تشتغل من غير الويب سايت فعشان كده هنبدأ الاول في الكورس بتاعنا ازاي نصمم وننشئ ويب سايت بصورة محترمة واتخليني ابدأ الشغل بتاعي واخد بالك الكورس ده انا مش طالب منك تتعلم انا هقولك على طريقة تعمل بيها اي في خيالك من غير ما تكتب كوت يلا نبدأ على بركة الله اول حاجة عايزين نشوفها وعايزك تركز معايا لان انت فهمك اللي احنا هنتكلم فيها دي يعني هيترتب عليه مدى نجاحك طيب انا النهاردة عايز اعمل الويب سايت وانا ما عنديش خلفية برمجية ولا اعرف حاجة انا هعمله ازاي بص يا سيدي علشان تعمل في زي البيت كده البيت ليه اركان لازم تتوفر اول ركن في الويب سايت ان انا يكون عندي هاست يعني ايه هاست هاست ده البيت اللي انا بحط فيه الويب سايت المكان اه الويب هاست يعني انا مفيش موقع الكتروني موجود حاليا او ويب سايت ايا كان اسمه ده الاسم لازم يكون لي بيت سيرفر يتحط عليه فالهوست هو السيرفر اللي انا بحط عليه الموقع بتاعي طيب يبقى اول حاجة عايزينها ايه الهوست وده موجود وحنشرحه دلوقتي تاني حاجة الدومين نيم اللي هو المعرف بتاعك يعني انت لما تبصت كده تلاقي www.google.com دي ده الدومين نيم بتاع شركة جوجل مش الهوست ده اسمه الاسم التعريفي اللي انا لو كتبته اا اقدر اوصل لجوجل واقدر اوصل للخدمات بتاعته يبقى ده ايه ده الدومين نيم طب هو موجود فيهن في الهوست هو موجود في الهوست هو ليه اسم او عنوان العنوان بتاعه اسم ايه جوجل دوت كوم هندخل في نقطة كمان هل الهوست بيقرى جوجل دوت كوم لا هو بيبقى رقم او اي بي طيب يبقى انا اول حاجة هاختار موقع استضافة كويس احط عليه الدومين بتاعي تاني حاجة اختار اسم الدومين بتاعي طيب تالت حاجة ايه الورد بريست ده دي منصة عالمية بقدر من خلالها ان انا ابرمج اي ويب سايت انا عايزه ويكفي ان انا اقول لك ان اكتر من اتنين وعشرين او تلاتة وعشرين في المية من الويب سايتس الموجودة حاليا على مستوى العالم بتستخدم تقنية الورد بريست طيب زي ايه باش مهندس عندك موقع ديزني ديزني النهاردة عامل الموقع بتاعه باستخدام وورد بريست اليوم السابع وورد بريست اا مرسيدس وورد بريست في حاجات كتير جدا معمولة بالورد بريست فاحنا هنتعلم في الكورس ده ازاي ننشئ الموقع بتاعنا بالورد بريست الحاجة الرابعة السيم السيم او الويب سايت تيمبلت اللي هو الشكل الخارجي ده نتكلم عليه بالتفصيل طبعا لما يجي وقته يعني انت لو دخلت على الويب سايت بتلاقيه شكله جميل وشكله لذيذ فتقول الله بيشدك فده السيم بتاعه او التيمبلت اللي احنا بنركبه علشان نطلع الويب سايت بتاعنا بالشكل ده طيب النقطة اللي بعدها الاس اس السرتيفكات ودي اهم نقطة اللي هي بتدي اا بتدي او تراست للمواقع البحث زي جوجل وفاير فوكس ان الموقع بتاعك امن ومن غيرها هيبقى عندك مشاكل داخل جوجل وداخل اي متصفح تاني انت بيت تتصفح عليه وما بيكونش للموقع بتاعك موصوق فبالتالي بتقل بتقل نتائج البحث عنه لانه هو مصدر غير موصوق طيب نوضحها تاني في مواقع تاني بيقول لك ايه اتش تي تي بي ده الموقع الغير امن لكن احنا هنتكلم الاس اس ال هي اللي خلتنا نقول ايه اتش تي تي بي اس ده معناه ان ده الموقع ده او الويب سايت ده مضمون لانه عليه شهادة السرتيفكات كمان ان الاس اس ال وجودها بيدي قوة قوة جدا للموقع بتاعك كدرجة امان لليوزر بالاضافة للمتصفحات اخر الحاجة بقى اللي هي البيلدنج بيج يعني ابدأ بقى بعد مخلص دول كلهم ابدأ بقى ان انا اكريت الصفحات بتاعتي وابدأ اعمل صفحات الموقع بتاعي وده اللي هنتكلم عنه بتعمق شديد جدا جدا لان انا هدفي في الكورس ده ان انت ما تحتاجش الحاجة اا بعد الكورس ده وما تحتاجش المعلومة وما تحتاجش لي انا شخصيا ان انت تسألني في حاجة فاحنا هنبدأ من تحت الصفر يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ اول حاجة هنتكلم فيها الهوست طيب الهوست انا علشان اجيب هوست انا محتاج مكان يكون ويب هوستنج كويس جدا اقدر اتعامل معاه واقدر احط الدومين بتاعي والدنيا بتاعتي عليه من غير اي مشاكل ودي لازم فيها تفكير ولازم كل شوية ادخل على جوجل جاي ما انت شايف واشوف هنا مثلا اكتب فوق ايه بص طوب تين هوستنج سايس اا الفين واحد وعشرين طيب ايه اللي موجود تعالى لو فتحت دي كده هلاقي هنا بيرتبهم لك اول واحد بلوهوست ده ده كويس جدا بلوهوست ولكن غالي شوية وبعدين هوست جيتر برضو كويس التالت جودة دي الرابع هوستنجر وده اللي احنا هنشتغل عليه وليه انا هختار الهوستنجر تحديدا لان الهوستنجر في ميزة انا بفضلها ان هو اولا بيتعامل مع اللغة العربية عندك بتاعتك ممكن تتحول اللغة العربية للناس اللي هي مش قوية في الانجليزي ولكن نصيحة لو انت هتبدأ معي الكورس ده ارجوك ارجوك قوي نفسك في اللغة الانجليزية يبقى احنا هنشتغل على الهوستنجر تمام هنا واخد الترتيب الرابع وفيه مواقع تانية واخد الترتيب التالت فاذا هو مصدر ثقة حتى الريد بتاعه تسعة بوينت ستة نايم بوينت سكس وده كويس جدا جدا عايز تشتغل على بلوهوز تشتغل لكن انا بفضل هوستنجر قلتلكوا لانه بيدعمل لغة العربية وهو رخيص طيب انا عايز اشتغل على الهوستنجر فبالتالي هكتب في جوجل انا ممكن هبدأ لك كمان انا هنا هارجع علشان تعرف تجيبه هتكتب هنا هو هوستنجر او اي اه موقع استضافة انت حبه هوستنجر هيبدأ يفتح معايا هنا هضغط عليه لا ده توب اه فين الهوستنجر اهو هوستنجر دوت كوم هيدخلني على الموقع تمام جدا قد الموقع بتاعه هنا كل الخدمات اللي بيقدمها لك والاسعار هنا الويب هوستنج وهنا ميديك امكانية بص الاوبشن ده هو بس الهوستنج ده هنا خاص بالورد بريس وعمل لك خطة اسعار بتبدأ من دولار تسعة وخمسين سنت في الشهر واتنين دولار تسعة وتسعين وسبعة تسعة وتسعين واحداشر تسعة وخمسين طيب اول حاجة وتحطها في دماغك ابد عن الفئة الاولى دي خالص ليه يعني مش كل شهر هتبقى مكلفة تاني حاجة هنا مش يعني مش قوية تانية حاجة مش بيديك دوميل مجاني فبالتالي لو انت عايز تشتغل انت هتبدأ حتى هو بقول لك اللي هي اكتر يعني اكتر فئة مشهورة وبيستخدموها اللي هي دي او لو انت فلوسك تمام هتشتغل على دي او تشتغل على دي ولو طلحت فوق هنا هتلاقي الهوستنج لو دغطت على السهم ده بص هتلاقي شيرد ويب هوستنج اللي هو الهوست العادي وبعدين كلاود هوستنج لو انت عايز تحط الهوستنج بتاعك على كلاود وورد بريس هوستنج اللي احنا بنتكلم فيه الفي بي اس ايه الفي بي اس ده يا جماعة الفي بي اس لو انت كده ربنا اكرمك وعملتلك موقع بقى وبقيت ضخم وكبير زي علي بابا ربنا يكرمنا جميعا يا رب فانت مش هينفع تاخد هوست عادي لأ انت هتاخد سيرفر باسمك حتى لو دغطت عليه يعني برضه عشان يبقى عندكم المعلومة ده في بي اس هنا بيديك سيرفر اه الرام بتاعته واحد جيجا وعشرين جيجا اس اس دي اس اس دي يعني السرعة بتاعته فائقة يا جماعة تمام وواحد تيرة الباندويتز اللي هي عدد الزيارات وهنا في الباقة دي اتنين جيجا واربقت نبقى ايه ساعتها نبقى نتكلم لو كبر موقعك هتشتغل في الشغل ده طيب احنا لأ لسه احنا بنبتدي وبنقول بسم الله فاحنا عالش دغل على الورد بريس هوستنج دي خطة الاسعار فافضل خطة وانا بنصح بيها اللي هي وبنصحك في حاجة كمان ما تاخدش اكتر من سنة ليه لان ممكن سنة اتنين وعشرين الهوستينجر ما يبقاش قوي يبقى فيه حل محله حاجة تانية فتقدر تحول عليها السؤال المنطيقي دلوقتي يعني ان لو عملت هنا هوست هنا واشتريت دومين منهم هل اقدر انقلوا الدومين لاي موقع استضافة تانية اه جدا بسهولة وده هنتكلم فيه على مدار الكورس ضيب انا هختار الباقة دي عايز اشتريها حوله ادو كارت ادو كارت حيوديني بقى لصفحة الشيرة بتاعت المنتج زي ما انت شايف هنا بيديني تمانية واربعين شهر واربعة وعشرين شهر واثناشر شهر وشهر طبعا مش هنتكلم فيه لانه هيبقى مكلف فانت الافضل تاخد اللي هو الاثناشر منس وتنزل تحت بيدي خيارات هنا الكريدت كارت والبي بال على حسب طريقة الدفع اللي انت حبيبها اه علم عليها تمام هنشتغل مثلا كريدت كارت هنا بيديك الابشن وورد بريس ستارتر اتناشر منس بلان يعني خطة اتناشر شهر وبيديك اس اس ال سرتيفكيت مجانية وبيديك دومين نجاني يعني اول ما تدخل تشتري الدومين مش هتدفع فيه فلوس وحاجات كتير جدا تانية تمام هتنزل تحت هنا هتقول له الرقم الكارت بتاعك والكارت نمبر اسمك على الكارت ورقم الكارت وتمنى البيانات والسي في سي كود وبعدين هتقول له ساب مت سيكيور بايمينت هيبدأ يحولك ويبدأ يشتري وبعدين هيبعت لك ايميل علشان يبعت لك الفاتورة اللي انت اشتريت بها طيب احنا كده اشترينا الهوست بتاعنا او زي ما بيقول كده ايه اشترينا البيت اللي هنحط فيه الدنيا بتاعتنا اللي هو الهوست اهو طيب انا بعد ما اشتريه مفروض بعمل لوجن زي ما انت شايفه اهو ادل الصفحة انا اشاري تمام هضغط على مجرد ما اضغط على هنا المفروض ان انا مسجل بايميل فبالتالي هقول له الايميل بتاعي والباسورد اللي انا حطيته برضو في الموقع تمام? هيبدأ يدخلني على الحساب بتاعي. ادي الهوست الهوست بتاعي. اول صفحة هتظهر لك اللي هي دي. ده اسم الدومين اللي انا شاريه. تمام? انا بعد ما اشتريت عملت اختار طيب. هو هنا مش هيظهر لك لان انت لو شاريه اول مرة مش هيظهر لك. طيب فاول ما خلاص انت عملت فهتروح على دومين ما انت ليك دومين فري. وهتبدأ هنا تكتب في السيرش بقى جيت اه يور دومين مسلا هنا جيت ان دومين. تبدأ تكتب بقى الاسم اللي انت عايز تسمي بموقعك وياريت يكون اسمه مميز. وهلياكم مسلا انا عايز اسمي مسلا ادهم اه يوسف. وهقول له سيرش. هشوفه متاح ولا لا. لو متاح هيديني متاح مش متاح هاتطر اختار اسمي غيره. هو بقول لي ان انا وردي انا اخد دومين ده باسمي. ممكن ادود مسلا ايجي مسلا على اساس ان انا في مصر. غالبا ده هيكون موجود. حلوة جدا اهو موجود. وهو طبعا هنا مديني السعر بتاعه لان انا هو انا ليه وان دومين. فانا لو عايز كمان احط دومين. اه احط دومين كمان واقدر اشتغل عادي جدا. ودي اول محاضرة. اتعلمنا فيها ايه بقى? ان انا ازاي اشتري الموقع بتاعي. تاني حاجة ازاي اضيف الدومين بتاعي اللي هو المجاني. وكمان لو حابب اضيف كمان دومين او اتنين او تلاتة. مفيش مشكلة. لان انا لو رجحت هنا على الهوستينجر. حلاقي ايه بص. دي الامكانيات. انا اقدر اشتغل وعندي عشرين جيجا وخمسة وعشرين الف وفري ايميل وفري اس اس ال سرتيفكات وفري دومين ده اهو. ده اللي احنا كنا بنتكلم في. طيب انا اخدت دومين وسميته سندبات وعايز اعمل الموقع كمان اسميه كورا رنبور او اسميه علي بابا او اي ان كان الاسم فهختار طبعا اد نيو انه هو زي ما احنا قلنا. وهيدخلني هنا واكتب السيرش بتاعي والاسم بتاعي لو هو متاح ابدأ عملية الشراء. كمان هنا اه اه اللي هي زيارات مفيش وورد بريس هو بيشتغل على الورد بريس بس. اه يعني بيقول لك تلاتين يوم لو انت معجبتكش الخدمة في كل ده موجود وكل ده هنتكلم عنه بالتفصيل. ودلوقتي هنتكلم بقى في نقطة بقى ازاي نبدأ بقى. يعني خلاص. بص لو انت دخلت بعد ما تعمل الوزر نيم والباسورد بتاعك هتلاقي هنا وهتلاقي هنا دومين. بص الهوستنج ده هتلاقي اسم الدومين بتاعك تحت. هتقول له طيب انا هعمل ايه في المانش ده? بص هنا خوستنجر هخش على الموقع الرئيسي. عشان نشوف الباقة اللي احنا اشترناها بتدينا ايه? يعني المميزات بتاعتها. ده الموقع الرئيسي بتاعهم. طيب انا دخلت. فانا اخترت الباقة ايه? اخترت الورد بريس والباقة دي. لو انا بصيت على الباقة دي تحت وقلت له ونزلت كده هلاقي في حاجة اسمها ساب دومين. ساب دومين ساب دومين. ده اللي هو الدومين الرئيسي. اهي ساب دومين. انا اقدر اعمل ساب دومين كمية ساب دومين وان هون هندرد ساب دومين اقدر اعملهم. ساب دومين اللي هو اللي هو اللي هيخرج من الدومين الرئيسي. انا الدومين الرئيسي بتاعي اسمه ايه? انه سندبات. طيب انا مش عايد اشتغل عليه دلوقتي وانا راجل عايز اتضرب لسه انا في البداية وعايز اتضرب وظبط الدنيا. فهاجي عندي مانيج اللي هي موجودة تحت هاستغل على هاستنج هنا سندبات وهقول له مانيج. هيبدأ يفتح للصفحة دي. هنزل لحد اسمه الدومين اهو. تمام? وهعمل ساب دومين. تمام? يبقى انا هعمل ايه? هروح للهوستنج ومانيج. وهنزل تحت لحد دومينز اللي هي دي. واختار الساب دومين. اول ما اضغط عليه هيودي للصفحة دي. بقول لي انتر ساب دومين. انا عايز اسمي الدومين ده ايه مسلا? مدجر. مسلا. بنا هعمل مدجر مسلا. تمام? وهقول له كريات. بس كده بس كده. كده هيعمل لي ساب دومين. فرع من الدومينز الرئيسي. هيبقى ايه? مدجر دوت سندبات. سندبات ده الدومين الرئيسي. مدجر ده فرع منه. طيب حلو جدا. خلاص انا اضفت الساب دومين. اه. هرجع ليه الرئيسية عن طريق الضغط على الهوستنج. ونفس الكلام في نفس المنطقة هنا الهوستنج. هضغط خلاص انا اضفت الساب دومين عن طريق ايه? عن طريق الدومين. الخطوة اللي بعدها هنزل كمان تحت لحد الويب سايت. على ايه حاجة اسمها? او تو انستول. هضغط عليها. هيفتح للصفحة دي. بيقول لي انت عايز تكونستول ايه? وورد بريس والو كوميرس ولا جوميا ولا ازر. لو انتم فاكرين في الباور بوينت. احنا قلنا اول حاجة هنحتاجها الهوست. وده خلصنا. وده خلصنا. دي جي لمرحلة التالتة اللي هي الورد بريس. وهقول له. اول ما اقول له هيديني الصفحة دي. هنا بيقول لي حتى هتشتغل على سندبات ولا بتاع سندبات? لا انا هشتغل على متجر. ومعلومة لو انا شغال مسلا اضفت اكتر من ساب دومين كلهم هيظهروا هنا. فانا هشتغل على متجر. تمام? ده الايميل بتاعي واليوزر نيم. طبعا? انا هقول له هنا الباسورد بتاعي. هيطلب مني باسورد اه الدنيا دي علشان اقدر ادخل على الداشبورد. الباسورد لازم يكون اول حرف يا جماعة. ولازم يكون في ارقام. غير كده هيقول لك عيد الباسورد. طيب هضغط اول حرف وهتدي له ارقام. تحت هنا بيقول لي ويب سايتل. هتسمي ايه? متجر. مسلا. واللغة هنا اختار له الانجليش. ما تختارش عربي. وهقول له انستول. هيبدأ انستول للورد بريس. طيب هو انشأ انشأ او عمل انستول للورد بريس. طيب الخطوة اللي بعدها اضغط نفس الكلام. وعند الهوستنج عند الدومين وهقول له مانج. وهرجع اللي هي موجودة تحت ويب سايت. تمام? تمام جدا. انا عايز اخش بقى على المتجر ده عشان ابدأ بقى ابن الصفحات وزبط الدنيا. هضغط عليه ضغطة واحدة كده. هيوديني على الصفحة دي. ده شكل الموقع بتاعنا. بس وفوش حاجة. طيب انا عايز اخش بقى اضيف بقى واغير ودلع الدنيا. بص. هتضغط حرف الزه. وهتضغط تكتب وبعدين الدياش اللي هي علامة الناقص وادمن. وعلامة الزه تاني اللي هي الاسلاش. وهتضغط انتر. هيدا خني على اليوزر نيم وهي الباسورد. اليوزر دايما بيكون الايميل اللي انت شاري بيه الهوست. والباسورد اللي احنا قلنا اول حرف منها كابيتل. اللي هي بتاعت السب دومين. واعمل انتر. هيبدأ يدخلك. كده دي الداشبورد بتاعتي. اول ما تدخل على الداشبورد اول مرة اول مرة الالف. اعمل حاجة واحدة. روح على الابديت. هتلاقي هنا في مسلا هنا اتنين ابديت. حلو جدا. حلو جدا. بيقول لك هنا. اربعة واحد تمانين. تمام? قل له على طول. اعمل سليك تقول. وقل له. على طول. من غير تفكير. فاي مرة تدخل عليها على الويب سايت بتاعك. هيطلب منك ده. قل له تمام. حلو جدا. كده انا خلصت الابديت. طيب. هتشوف دي شكل الداشبورد طبعا. هنا في الداشبورد الرئيسية. هنا قلنا الابديت. هنا البوست لو انت حضيف مقالات. الميديا فيديو او صور. الصفحات بتاعة الموقع. هتلاحظ ان هو مضيف بس صفحة واحدة لو اندغط عليها كده. اللي هي السيمبل بيتش. لو اندغط عليها حتى فيو. هلاقي كده شكل الصفحة اهي. فاش اي حاجة تذكر. تمام? والتعليقات والدابلي وفو. كل الكلام ده هنتكلم فيه. واليوزر لو انت عايز تضيف مسلا حد معك على الموقع مسلا عشان يديره معك. نضيفه من هنا والتولز. كل الكلام ده هنشرحه بالتفصيل المويل. طيب انا دخلت خلاص اول مرة واول تعامل مع اه الورد بريس وده اول ليا. اول حاجة تعملها سواء كان يعني انت ما عملنا مسلا مدجر اه لو انا بعد كده عملت ادهم او اه اه شوق ايا كان اللي هتشتغل او حتى هتشتغل على دومين رئيسي خطات بتاعتك بالترتيب. هتروح على والزيم. الزيم احنا قلنا الزيم دي اللي هي شكل الموقع. لو انت دخلت على موقع كده تلاقي شكله جميل شكله زي كده هستينجر كده او ده شكل الموقع مسلا. تمام? آآ ده كله الصور والالوان والليلة دي كلها دي سيم. تمام? طيب انا دخلت هنا. اول ما ادخل على احنا قلنا ايه نعيد تاني نعيد تاني. هخش على بعدش بورت وبعدين وبعدين سيم. هضغط هيوديني على الصفحة دي. دي السيمس اللي هي موجودة عندي. طيب انا هقول له ادنيو. وهضيف سيم اسمها اوشن دابليو بي. اهي. اللي هي دي. هنا هقول له ايه? انستول. تمام? هتظهر اهي. انستول. وممكن هنا انا عامل ايه دابليو بي كده في بعضها. ممكن انت تفرغها عادي جدا. هيديك نفس النتيجة. بس هدها لك مع حاجات آآ مع حاجات تانية. طيب. دي اللي انا هستخدمها ال اوشن دابليو بي. هقول له انستول. هيتدأ ايه اعمل لها عندي. سيم دي. وبعدين بعد ما يخلص انستول. هيظهر لي يقول لي اكتيفيت. هضغط برضو على اكتيفيت. بس هنستنى اعمل لها الاول. كده هو عمل لها انستول. وهيطلب مني اكتيفيت هقول له اكتيفيت. اكتيفيت بحيط ان هو اللي استخدمها دلوقتي. يعني هيشيبه من ده كله هيبدأ في دي. تمام? تمام جدا. لو انا رحت على السايت بتاع. عايزة روح على السايت اشوف شاكله. شايفين فوق اللي هي المتجر دي ده اسم السايت. لو ده غطت كده هيوديني اهو. ده السايت بتاعي. طبعا ولسه ما تطبقش عليه السيمت اللي انا اكتر طعب. طيب هعمليه هضغط ريفريش. بس كده اهو. طبق السيم بتاعتي. حلو الكلام. تعال نرجع بقى للموقع بتاعنا. طيب انا عايزة اروح للموقع قلنا. فوق دي علامة جنبها اسم السايت. هقول له. دخلت على وعايز ارجع للداشبورد اما اضغط او اما هنا اهو. هروح على اسمه برضو. وهقول له داشبورد. هيرجعني برضو على الداشبورد. تمام? يبقى انا كده اول حاجة اضفت ايه السيم. تاني حاجة لازم اضيف حاجة اسمها فبالتالي باعمل ايه? بروح هنا القايمة دي وهروح على يا اما اضغط عليها يا اما اقول له ايه اد نيو من هنا. لكن انا افضل انت تضغط عليها ويفتح لك الصفحة. وفوق هتضغط اد نيو. اد نيو. هتنزل ايه? احنا نزلنا اوشن دابليو بي. هننزل بها اوشن اكسترا او اكستراز. في ناس تقول لك الموقع بتاقل الموقع بتاعي لو انا استخدمته. ودي دي معلومة خاطئة من خلال خبرتنا في الشو ومن المواقع اللي احنا بنعملها. لا بالعكس ده بيساعد الموقع وبيكون سريع جدا وبشكل رائع. الحاجة الوحيدة اللي ممكن فيها يعطل الدنيا وتقل الموقع بتاعك ان اساسا يكون فيه عيب. لكن احنا في الكورسة ده وبنستخدمش اي بلاجين. ده هتشوفه يعني عيانا بيانا وهتتأكد منه. تمام? طيب. هو اظهر اهو اوشن اكسترا. هو بيكون بالشكل ده. هقول له. هستنى اعمل له. مفروض بعد ما يخلص هيظهر لي اه اكتيفيت. هضغط برضو عليها او خلص. هقول له اكتيفيت. كده عمل له اكتيفيت. يبقى انا هلا هو باكتف البلاجين دي. تعالوا نشوف بقى ايه اللي ضافه البلاجين ده لبروجيكت بتاعنا. علشان اشوف لو انا روحت على المدجر وفيزت ويب سايت مش هلاقي في حاجة. ليه? لان انا لازم اروح على بيجز. هنا في عندي اه بيجز. اللي هي دي هنتكلم فيها قدام كلام كتير. وهي لو انا عايز اشوف التغييرات اللي احدثها البلاجين بجد. هضغط على كده هو. هيدخلني على الصفحة. لو انا نزلت تحت. بص. دي اضافات البلاجين. شايف? هجد كلها هنستخدمها من المحاضرة اللي جاية اول لبعدها ان شاء الله. لاني انا ماشي في الكورس قلتلك مش هخليك تحتاج حتى ليه انا شخصيا. دي الاضافات اللي ضافها قبل ما نضيف البلاجين ما كانش موجودة دي. تمام. انا عايز ارجع لورا. تمام. كده انا اضافت افلين بتاعتي. واضافت ايه البلاجين بتاعتي. وزي ما قلنا سيبك من الكلام اللي بقول البلاجين بتضعف السرعة والكلام ده. ده ما هو الا ازا كانت البلاجين يعني مش كويسة. طيب. لو انا ارجعت البوربوينت بتاعي. كنا النقطة دي اللي تتكلمنا فيها اللي هي هو يعني ايه ويبسايت تمبلت واحدة? اضافنا الثيم ليه? واضافنا البلاجين ليه علشان نزبط الدنيا. بص لو روحت على ده اشهر من المواقع المشهورة جدا على الانترنت اللي بتوفر لك التمبلت. لو انا دغطت كده هنا فيه ماركتنج سي ام اس. انا عايز مسلا. تمام? اهو شايف فوق كل دي طيب. لو انا كتبت في السيرش هنا وورد بريس. تمام? شوف هيظهر لي كم شوف الاسعار بقى. ستين. تسعة وخمسين. تسعة وخمسين. تسعة وخمسين. تسعة وخمسين. طيب تعال نخش قبل ما نتكلف في موضوع الاسعار ده هنحله ازاي. بص لو عند اغطي كده هيظهر لي ده. هقول له علشان اشوف شكل السيم او شكل الصفوحات بتاعتي. تمام? اهو شايف? ده شكل السيم بتاعي او شكل موقع بتاعي. طيب انا مش عاجبني السيم ده مسلا. واتعالوا نشوف مسلا السيم ده هون. موقع مسلا فوتوغراف لو راجل بيصور. هيظهر لي برضو الصفحة بتاعته. طبعا هنا هتدفع له ده تسعة وتلاتين زائد عشرة دلار وتلاتاشر سنت. شايف? هنا بيديك اختيارات يعني انت عايز ايه? يعني الشكل اللي انت قال. مسلا اختار الشكل ده. احنا مش هتشتري ما تقلقوش ده خالص. وهقول لكم السبب. ده شكل الموقع. طبعا انت هتاخد الكلام ده هتديك السورس بعد ما تشتريه. هتديك السورس بتاعه. هتبدأ تعمل له زي ما اضفنا البلاجين والسيم. برضو هنفتح ونقول له اد ليه السيم دي بعد ما نزلها من الويب سايت. لكن هل من المنطقي انا كل ويب سايت اعمله? ادخل على الموقع هنا. واجب لي اه تمبلت بخمسين دولار ولا بثمانين دولار ولا بسبعين دولار. ده مش شغل عمل. اللي انت النهاردة شغال في التسويق فانت محتاج تكسب وتكسب كويس. فمش هتاخد فلوس من العميل تدفعها لسيم. طب والحل ايه? تعالوا النهاردة نتكلم في حاجة جديدة ومهمة. كنا طبعا المحاضرات اللي فاتت تعلمنا ازاي نضيف الثيم وازاي نشتري الهوست وازاي نشتري التومين واضفنا الثيم وبعدين اضفنا البلاجين. ووعدتكم المحاضرة اللي فاتت ان احنا المحاضرة دي ان شاء الله هنحاول نوفر فلوس بحيس ان احنا ما ندفعش فلوس في من مواقع زي الزين فورست. زي ما احنا دخلنا المحاضرة اللي فاتت وشوفنا الاسعار تسعة وخمسين وتمانين ومية. طيب. انا وعدتكم وهوفو بوعدي. وهديكم اداة صدقوني هتوفر عليكم فلوس كتير جدا جدا جدا. لان الهدف الاساسي من التسويق انت كماركتر النهاردة انت محتاج تكسب فلوس مش محتاج تدفع فلوس. طيب. الاداة دي اسمها ايه? المينتور او المينتور. المينتور ده هو بلاجين. اوكي طيب انا عايز اضيفه عندي في الموقع بقى. فانا هروح هنا في داشبورد بتاعتي على بلاجين. حاجة من اتنين يا اما تنزل على بلاجين. فهيظهر دي تقول له ادنيو. يا اما تضغط على بلاجين. انا افضل ايه? افضل بلاجين. اضغط عليها. هيفتح للصفحة دي. هقول له ادنيو. ادنيو هيديني السيرش. يعني انا تاني. عشان ما يحصلش عندكم دروبة. فين البلاجين? ادي البلاجين. انا ضغطت عليها كده. ما يفتحش عندي واروح كاتب في السيرش هنا. لا. اضغط ادنيو. اعرف السيرفر انا عايز اضيف بلاجين جديدة. يبقى ادنيو. وبعدين اكتب هنا الميليتور. هو هو ظهر حتى تحت. اه هقول له هو ده. الميليتور. تكتب هنا تاني. الميليتور. تكتب هنا تاني. الميليتور. طيب هو جامعية كده مش مزبوط. حاجة هنا اهو. ادي الصيغة بتاعته الصحيحة. هاخده كوي. وهرميه هنا. يعني لو الدنيا عندك ما زباطش. هتو عامله هنا بيست. هيجي لك هنا هيظهر لك بالشكل ده. ده اهو الميليتور ويبسايت بيلدر. تمام? اي ال اي ام اي ان تي او ار. تي او ار. تمام. ظهر معي. احنا لما كنا بنسطى بالبلاجين. بنعمل ايه? انستول. يبقى انستول له. هنستنى عليه. على ما يعمل الانستول لو انا رحت للبيج ما استنى خليه خلص عشان ما يعمل لناش مشاكل. ادي البيج اهي. بتاعتنا انا فتحتها صفحة تانية عشان ما اقفلش هنا. خليه لما يخلص. تمام هو خلص. انا هقول له ايه بقى اكتيفيت. شغل بتاعنا هو هو. بس قبل ما اعمل انا عايز اوريك البيج. لو انا رحت للبيج كده واقول بيج وهقول له اوبن. انهو. لو انا جيت للسيمبل بيج دي. وعايز اعدل فيها. وقلت لها ادت. بص حيفتح معي الصفحة دي. واخد بالك ما فيش حاجة ظهرة. اكتر من اللي هو البلاجين بتاع الاوشن. اللي هو الاكسرا اللي نزلناه. وبس. ركز دلوقتي بعد ما اعمل اكتيفيت له للبلاجين ده هيحصل ايه? تمام? ادي الاليمينتور وهقول له اكتيفيت. حيبدأ ياكتيفه عندي. حلو جدا. تمام? هقفل من هنا. شكرا. كده خلاص هو اتاكتيف معايا. لو انا رحت للبيج دلوقتي. وقلت لها ايدت. ايه اللي هيحصل? بص. شايف فوق ظهر ايه? ايدت وز المينتور. الالمينتور ده لو انا يعني لو عايز اعدل الصفحة عايز اغير شكلها. لو انا دغطت كده عليه. بص. هيوديني لحتة تانية خالص وابدأ اعدل في الصفحة. بس اعدلها بايه? بالالمينتور وهتشوف دلوقتي الشغل شكله ايه? شايف? دي الصفحة بتاعتي. طيب انا عايز اعدل نص. آآ عايز ازبط دنيا. عايز اضيف آآ تيمبلت جديد من خلال ده. طيب. هنرجع. خالص. تمام? واول حاجة هعملها? طب خلص احنا عارفنا دلوقتي هنضيف البلاجن ازاي? هنضغط بلاجن. ادنيو. وهكتب هنا ايه? اللي هو ده. هيظهر معي. هنا طبعا هو باين ان هو طيب. اول حاجة هروح للبيجز. شايف دي انا مش عايزها. خبالك اللي هدهولك في الكورسي ده مش هتلاقيه في مكان تهني. خلاص انا مش عايزك. وهطلع فوق هنا. هضغط السهم اللي جنبها وهقول له موفت وتراش. وهقول له انا عملت ايه كده? انا مساحت الصفحة. اتشالت لأ. هتروح للتراش هتلاقيها لسه موجودة لها بتاعت الورد بريس. اهو. هعلم عليها كده وهقول له ليه بقى? عشان هشيلها خالص وما يبقاش عندي ملفات تقل مني الموقع وحاجات مالهاش اي لازمة انا قريدي مش هستخدمها ومش عايزها. تمام? كده اتدلتت. حلوة جدا. هارجع لي خلاص. انا ما عنديش غير صفحة ودي مهمة جدا وهنتكلم فيها قدام. طيب انا عايز اضيف صفحة. هضغط على وهقول له طيب. هيديني هنا يقول لي ايه بقى? انت عايز الصفحة دي باسمها ايه? هقول له الصفحة. وبالك انا بكتب لك عرب اشانا اقول لك. الدنيا بي اسعارة بي انجليزي هتمشي معك زي الفل. تمام? انا كتبت التايتل هنا. هنزل تحت بالسعم الخطوات دي هطبقها بالحرف. هنزل تحت بالسعم بالسعم بتاعي. هنا هلاقي المين دي. تمام? هقول له هنا لازم اخليها كده. وهنزل تحت على التايتل. وهخليه فاي صفحة عملها? فاي صفحة تعملها. هتعمل الخطوات دي. تمام? نرجع. يلا. عايزين دلوقتي ايه? هطلع لك خالص من البيتش. عايز اضيف بيش جديدة. اهو. وبعدين ادنيو. هيطلب مني اسم الصفحة. الصفحة الرئيسية. او هوم اللي يعجبك. ان شاء الله حتى تكتب يا ريوغليفي. مش هيقول لك لأ. هنزل تحت. في اتنين دي سيبل خد بالك. الاول نية والتانية هناخد الاولى. حلو جدا. خلصت. هعمل ايه بقى? هروح على ايدي التوز واضغط عليها. اظهر لي الصفحة. طبعا صفحة فضية عندي ما فيهاش حاجة. طيب انا عايز اضيف بقى حاجة بقى. عايز اضيف بقى تمبرت. شايف فيه علامة الزائت وعلامة الفولدر. انا هروح للفولدر. هضغط عليه. بص هيفتح لي صفحة دي. هيجيب لي هنا اللي هو بيوفرها لي فيه منها المجاني وفيه منها المدفوع. طيب بسطيت فوق كده ده مجاني. ده مجاني. ده مجاني. ده مجاني. ده مجاني. هننزل تحت طبعا كلام ده كله محتاج انك تشتري وده مش موضوعنا المحاضرة دي. تمام? طيب هروح لاي واحد مجاني بقى يعجبني وانا عايز ابدأ به. تعالوا نختار اي واحد. اختار ايه? نختار ده. ونقول له ايه? التمبلت اللي تختاره قل له انسرت. فوق هنا فيه اللي هي البيتز. اللي هو لو انت عايز بقى تقسم بالراحة بقى. تعمل الهيدر لوحده وتزبط شفت تصميم عاجبك عايز تنفزه. هتعمله من البلوك. البيتز دي الصفوحات. ماي التمبلت دي التمبلت اللي انت ايه سيفتها. طيب انا هروح للبيتز وقولنا هنشتغل على ايه? على ده. وانسرت. يعني انا اخترت ده هضغط على انسرت. خلاص. هنا بيقول لي كونك تو تمبلت لايبراري. لازم اعمل كونكت. يعني لازم تكون مسجل في الموقع اللي هو ده. طيب. لو مش مسجل وقلت له جيت ستارت. هيقول لك لو هيعمل ريجستريشن. طب مسجل? خلاص اولا دي هو عارف الايميل بتاعك. حلو جدا. يقول لك انا هعمل آآ الكنكت ما بين المتجر دوت سندباد دوت نت وما بين الايميل ده. قل له كونكت. بس كده. عمل كونكت ممتاز جدا. كونكتت ساكسيسفولي. طيب حلو جدا. هارجح هنا وقول له جيت ستارت. خلاص شكرا. هقفل ده. هو بدأ معايا وخلاص وزي الفول. طيب هارجع للبيتش. الصفحة الرئيسية اهي. شايفها? اهي. هقول له ايدي توزق وهضغط على الفولدر. وهجيب التنبلد ده هو قل له انسرت. هياخد ثواني. وهيبدأ يعمل له انسرت. الله. شايف? هقفل من السعم ده. لو اندلطع السعم ده هيقفل اللي هي القيمة اليميلة. ده الموقع. هاو تو ميك ودوليا. طيب انت احنا اضافنا حاجة مجانية هي زي الفول ولا تكلفنا تسعين ولا تكلفنا مية ولا تكلفنا الف. طيب انا ازاي اعدل على الكلام ده? بص. الاول هتفتح السهم ده. تعالوا ناخدها واحدة واحدة. شايف النص ده هاو تو ميك او بسايت. انا عايز اغير الكلام اللي جوا. هعمل ايه? شايف علامة الالم دي? هضغط عليها كده. هيظهر هنا هينا هيختلف الموضوع. هنا بيقول لي التايتل. هقول له مسلا اهلا وسهلا بكم. مسلا. طيب. انا هو ناحية الشمال مش عاجبني. انا عايز اجيبه في النص او ناحية اليمين. هروح على فوق كده هنا الكونتنت انا اروح على الستايل. طيب الستايل هنا بيقول لي ايه? اللون. انت مش عاجبك اللون. عايز تغير بقى تخليه احمر اخضر. لانت عايزه بص. تمام? طيب. عايز اتخذ رجعه الابيض اهو. حلوة جدا. ده اللون. طيب. اه التيبوغرافي. التيبوغرافي لو ضغط عليه كده بص. ده حجمه. بص شايف? بص ده يكبر وده يصغر. طيب. وبعدين والدنيا دي خلاص احنا مش عايزين فيها حاجة دلوقتي. تمام جدا. طيب لو انت عايز تعمل حلوة جدا. الحاجات اللي هي اللي هي البلند مود. برضو مش بتاعتنا دلوقتي. هرجع هنا. هرجع. احنا خلاص كنا في الستايل. هنرجع للكونتد. احنا قلنا عايزين نجيب ده في النص او اليمين. شايف تحت? ده انا دغطت كده هجيبه كده. لو انا دغطت كده هجيبه كده. دغطت كده هجيبه كده. وبراحتك بقى شوف انت ايه? المكان اللي انت عايزه. تمام? عايز اكبر شوية. اروه على ستايل. تعال انكبر. حلو جدا. اهلا وسهلا بكم. حلوة اوي 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 اوي. تمام. خلاص انا خلصت ارتضيت بهذا الكلام. خلاص شكرا. هنزل بقى على النص اللي تحت. عايز اعدل فيه نفس الكلام. هضغط على القلم. هيظهر هنا. اشيل النص. هقول له مثلا. اه. اه معنا. يمكنك. انجاز. مهامك. بسرعة. وضقة عالية. مثلا. حلوة جدا. طيب. آآ نروح للستايل. طيب عايزين بقى نحرك دقا مش عايزه شمال عايزه يمين اهو. عايزه في النص اهو. عايزه يمين اهو. هنا اهو. طيب. عايز اكبر خلاص حفظنا. اهي موجودة فين هنا? في الستايل. اضغط على علامة القلم اللي جنبها. وهضغط دي واسحب. شايف الدايرة دي? اهو. تمام? عايز اغير اللون? عادي جدا. فين اهو. تغير اللون اللي انت عايزه بالشكل اللي انت عندك الوان كتير جدا هي تقدر تعمل فيها اللي انت عايزه. تمام? تمام جدا. طيب خلاص خلصت انا مرضي بده? لا انا مسلا عايز اصغر شوية. هضغط على القلم. تمام? او انا هنا غلطت ضغطت هنا غالا. طب انا عايز ارجع. هضغط كده في النص وهضغط على القلم. تمام? الحجم هاروح للتيبوغرافي واصغر شوية. حلو جدا. تمام? طيب عندي ده. عايز اعدل فيه نفس الكلام. اضغط على القلم. حلو. التكست بقول لك ايه? تمام? فين التكست? فين التكست? اهو. هنا اهو. التكست اهو. موجود قدام اهو. هاضغط كده واشيل ده كله بالديليت. تمام? ابدأ. الان مسلا. حلو جدا. طيب انا المكان مش عجبني. قلنا المكان مش عجبني. هروح فين فيه? تمام? هنا موجودة في الكونت. ممكن في حاجات تانية تكون موجودة في في عادي. طيب عايزة اجيبه يمين. عايزة خليه ياخد المساحة دي كلها. اضغط دي. بس كده. طيب. الحجم مش عجبني. عايزة اكبر شوية. لازم اروح للستايل. فين التبوغرافي? اهي. اهي. ادي التبوغرافي. تعال. نكبر شوية. تمام جدا. اه عندنا ابدأ الان موجودة بحرف اللام. عادي جدا نرجع نصلحها. اصغر بس شوية. كده ايه? ابدأ الان. تمام جدا. هروح على فين? اهي. ابدأ الان. نصلح. ابدأ الان. تمام? طيب. حلو جدا. طيب انا الصورة دي مش عجباني. انا الصورة دي والالوان دي مش عجباني. انا عايزة اغيرها. هاعمل ايه? ها شايفين دي? اللي هي اللي هو ده. اضغط هنا هو. كده هو. هيفتح لي هنا. طيب تعالي نشوف الستايل. ايه الالوان اللي في عندي صورة هنا في الخلفية. انا عايزة اغير الصورة دي مش عجباني. كلها لبعضها. هعمل ايه? في عندي في تعالي نغير مسلا نخلي الصورة دي مكانها. اهو. يلا. هنا اقول له انسرت. شكرا. غيرها. حيلو جدا. طيب. الكالر. الكالر هو واخد هنا اللون ده. لأ خليه زي ما هو. خليه كده. كده اهو. حيلو جدا. طيب اهو. اللون اللي برا ده. تعالى. هنا واخد اللون ده. طب انا عايز تغير. اهو. 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 اللون كله مش عاجدني. اهو. بالفضل. اه عايز اخليه اصفر. انا حر. اه اخضر. انا حر. تمام? اظن كده ايه? وصلت معاك الدنيا. تعال مسلا نخليه ايه? نخليه بالشكل ده. مسلا نقل بتاعه. حلو جدا. طيب. كده انا ايه? صبطت الهضر من غير مكتب كود واحد بس. اهلا وسهلا بكم. معنا يمكنك انجاز معامك. طيب. الفيديو ده انا عايز احط فيديو خاص به انا بالشركة بتاعتي او بالموقع بتاعي. بسيطة جدا. هاضغط على علامة الالم. هلاقي هنا اللينك. شايفين اللينك ده? تعالى كده. الاول هنروح اليوتيوب. تعالى عشان نوريك البساطة بتاعتها. تعالى نشوف اليوتيوب. يوتيوب يوتيوب. اه نجيب مسلا صورة البقرة. تعالى نضغط عليها كده. فتحت معايا. هطلع فوق اخد اللينك بتاعها كابي. بس كده. واقفل اليوتيوب. حلو جدا. ارجح هنا. هنا اضغط على علامة القلم. ادي اللينك. اشيل اللينك. اكمل شيل اللينك. تأكد ان اللينك كله تشاهد. واضغط بيست. شكر. ادي صورة. وفيديو انا فيلابل. طيب. تعالى نشوف فيديو غيره. نشوف فيديو غيره. تعالى. الفيديو بتاع خالد ابن الوليد. يلا. كابي. او ممكن ابص بلاش كابي. روح على مشاركة. تمام? واعمل نسخ. واقول له كابي. واقفل. وارجع. ادي اللينك. اشيل ده كله واعمل له بيست. يعني لو ما اشتغلش معك كابي اعمل له عن طريق الشير. اهو. خالد ابن الوليد اهو. ادي الفيديو اللي كان موجود. اعلي لك الصوت. اهو. جايبه من اليوتيوب. طيب. تمام جدا. هنا فوق بيقول لك الصورس بتاعك. هيجي من اليوتيوب ولا من فيميو ولا من ولا سيلف يعني لو انت مسلا مؤجر حاطت عليه الفيديوهات بتاعتك عشان الامان وكده. كله متاح وزي الفل. طيب. كده انا ايه? بالإلمنيتور. شايفين الابداع بقى? الإلمنيتور. ولا خد معاي وقت. شايف? هضر الموقع خلص بالشكل ده. بص. شايف? طيب. تمام جدا. حلو جدا. انزل تحت. او عايز اواريك حاجة عايز تشوف شكل موقعك. هتنزل تحت. هتقول له ايه بقى? هيبدأ يفتح لك الموقع بتاعك اوه. هيبقى بالشكل ده. شايف? اهو. تمام جدا. بص. جمال. حلو جدا. طيب. انا ارتضيت كده بالمنطقة دي وخلصت الدنيا بتاعتي. حلو. هنزل للمنطقة اللي تحت. في عندك انا بقول لك ايه عندك? ماشي. هنضغط عايزين نعادل. نكتب مسلا اا لمن? هذه الخدمة. مسلا. خد بالك اهو قربنا نخلص موقع مفيش. تمام? التكس ده انا مش عاجبني. هنزل تهلاقي اهو. نقول مسلا تقدم هذه الخدمة لكل رواد الاعمال. المهتمين بزيادة دخولهم وتنويع مصادر الدخول. لديهم. حلو جدا. تمام? بس الخط مش عاجبني واللون والدنيا مش مزبوطة. بسيطة جدا. هروح هنا فين بقى على الستايل. حلو جدا. طيب. فين فين? هنا في عندي وفيه اللي فوق. انا هشتغل على الكونتين. طيب فين الكونتين? فيه الديسكريبشن وفيه التايتل. التايتل اللي هو ده. اللي هو اللي منها زيه الخدمة. يعني عشان تفرق. في هنا اتنين. الكونتين اهو. هنا اهو هضغط عليه. في عندي حاجتين. التايتل اللي هي خاصة بده. لمنها زيه الخدمة اللي عايزة ايه? مسلا اه اغير اللون بتاعها اغيره من هنا مسلا. تعالنا خليه مسلا اللون ده. حلو كده? تمام جدا. التبوغراف بتاعها? اهو. على مسلا نزود التبوغراف شوية. تمام? تمام جدا. طيب اما النص ده? لا ده اللي هو فين? في الديسكريبشن. اهو. هتعالوا نغير نخليه مسلا لون ازرق. حلو جدا. التبوغراف بتاعه? تعالوا نزود التبوغراف. بص. بص. شايف? حلو جدا ممتاز ممتاز جدا يبقى انا غيرت اللون وغيرت الدنيا حلو جدا طيب الكونتنت هنا هنا الطايتل الحجم بتاع الطايتل بيقول لك اتش سري عايز مسلا اخلي اتش تو عادي جدا عايز اخلي اتش فور عادي جدا زي ما انت عايز سواء اتش سري مناسب جدا طيب تمام ايه ممكن نعمله تاني تمام هنا مسلا السايز تعال نزود السايز شوية بص شايف بيزول لك حجم ايه حجم البوردر نفسه اللي حاوي ده تمام جدا اه الكونتنت تعال نشوف الكونتنت الكلار اهو بس ممكن نعمل ايه تاني مش محتاجين حاجة فيها النوع الخطة اهو ممكن تغيره من هنا لو انت عايز انا شايفه كويس الكلار حلو جدا ادفانسد هنا اه اتريبيوت كاستم بوزيشن الويدز هنا الديفولت برضو مش يعني مش تغير فيها ولا تعمل فيها اي حاجة خلاص كده احنا ارتضينا بهذا الشكل وزبطنا الدنيا لو عايز تحط لينك حاجة معينة مسلا طيب نجي للصورة انا عايز اغير الصورة دي كلها على بعضها هاضغط عليها كده واقول له وتعالى نجيب الصورة دي وهنقول له انتي هتبقي كده تمام يبقى كده خلصنا كام برتشن ودو بقى لكم في دقايق اتنين برتشن طيب اه مسلا تمام تعالى هنعمل كده وهنقول له احنا عايزين نغير اورت مثلا اه نقول له ايه مثلا فريق العمل مثلا حلو جدا فريق العمل عايز اكبر شوية خلاص حفظنا بقى هروح على ستايل والتيبوغرافي اهو تعالى اهو فريق العمل تمام جد تمام جدا 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 طيب الكلر بتاعه مش عاجبني تعالى نخليه مسلا اللون ده طيب انا البرتشن ده اللون كله على بعضه مش عاجبني هاضغط كده وهروح على ستايل وهغير من هنا تمام خد بالك انا ما حبيت اغير هنا دوست على القلم ده طب انا عايز اغير اللون كله اضغط هنا هو في دي في الست نقط اللي جانب بعض وهاضغط هنا واقول له انا مسلا عايزك ايه تبقى باللون ده شوف انت بقى اللون المناسب على مسلا نخلينا في اللون ده حلو جدا ده فريق العمل نشوف ايه لون بقى ايه مناسب شوية حلو اللون ده يعني هي ازواق وعلى حسب الموقع اللي انت شغال فيه حلو اللون ده تمام حلو جدا خلاص خلاص تمام طب انا اللون برضو الاحمر ده مش عاجبني مش مش مرتاح له او مش ماشي مع الدنيا الجديدة ده طيب عايزي اخلي فريق العمل مسلا باللون ده حلو جدا طيب انا خلصت خلصت تعالى كده انا خلصت دي تمام طيب الصور دي استلة مسلا آآ عايزين نغير اسمها نسميها مسلا ماريم مسلا ماريم ادهم مسلا حلو الكلام نقول مسلا الوزيشن بتاعها مسلا آآ مانيجر او المدير المسؤول فين جمال طيب المدير المسؤول زي ما احنا قلنا اللون الخط مش عاجبني هروح للستايل وهدور على حاجة اسمها ايه التيبوغرافي اللي هي دي اهي كبر يا عمي اهو اللون مش عاجبني هي واخدها اللون ده تعالى عايز تعملها مسلا ايه آآ الاحمرات خلينا دي المدير المسؤول حلو جدا طيب اتيكس ده آآ خبرة عملية واستشاري دولي مسلا ايه حاجة بقى طيب انا عملته بس مش عاجبني مسلا ايه الخط تمام هخش على فين التيبوغرافي اهو تعالى كبر يا عمي حلو جدا خبرة عملية نكبر اهي تمام خبرة خبرة يعني فيها حاجة زيادة هنبقى نشيلها بس نغير الاول اللون عايز اغير ايه عايز غير اللون يبقى انا نخليه مسلا بالازرق مسلا خلينا اللون ده حلو جدا طيب آآ قلنا في عندنا ايه غلطة هنا مسلا في خبرية سهل جدا اي غلطة ممكن تفاديها نردل على اه دي ايه خبرة هنشيل دي ونعمل ايه او اتها المربوطة تمام عدلها تمام هنا بقى فيه اللينكات بتاعتك لو مارين مسلا ايه كمدير مسؤول مسلا عندها ايه عندها فيسبوك فهتضغط هنا بقى وتحط اللينك تويتر وهكزا تمام جدا تعال نغير ده نقول مسلا آآ خالد خالد محمد مسلا تمام آآ اللون مش عاجبني سهل جدا هروح على ستايل اللون بتاعه ده هخليه مسلا اللون ده مسلا طيب حجم الخط انا مش عاجبني سهلة جدا هدور على التيبوغرافي فين التيبوغرافي اهي هضغط على القلم اللي جنبها واضغط كده خالد محمد تمام التكست اللي تحت انا مش عايزه هنكتب ايه مكانه آآ الاول هنغير الوظيفة تمام مش مبرمج آآ مسلا ايه جاوفا مسلا حلو تمام جدا هخش على ستايل عايز اغير اللون هخليه اللون الاحمر مسلا خليه اللون ده ماشي تمام طب انا حجم الخط مش عاجبني التيبوغرافي القلم اللي جنبه اسحب تمام اه ده هو مبرمج جافا سكريبت طيب الكونتنت اللي تحت تمام هشيل ده هعلم هنا هو خبرة خمس سنوات في برمجة الجافا مسلا اي حاجة تمام مش عاجبني الحجم بتاعه والدنيا سهل جدا هروح على ستايل هغير اللون هخلي اللون مسلا ازرع عشان كله يبقى ايه ماشي مع بعضه ماشي طيب الحجم مش عاجبني قولنا على طول تمام اصحب خبرة خمس سنوات اهيه في مجال الجرافيك طب اللون لا انا عايزه اغمق شوية سهل جدا هروح هنا يعني هي ايه السنس منك حلو جدا تمام جدا برضو نفس النظام الفيسبوك وا 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 هنا هي جابي وليام نقول مسلا اه نقول مسلا وليد محمد مسلا طيب عم انا وليد ده عايزين ايه عايزين نغير الدنيا بتاعته فين التكست التكست احنا هنخليه ازرق برضو تمام ماشي عم وليد تمام جدا طيب الحجم الخط هقولنا لو لو اختفت منك اضغط على تيطر هتزهر تاني هادغط عليها بص الموقع بيخلص في ايه في مينت حلو جدا طيب الوظيفة الوظيفة حلو الكلام نروح على هنغير التبوغرافي بتاعه تمام جدا طيب اللون هضغط كده وهروح على الازرقات ماشي اهو او هو كان شغال على الاحمرات اللي عشان يبقى نفس اللون حلو جدا تمام جدا نخش على التكست نقول له خبرة اه خمس سنوات في الدزاين تمام جدا خلاص حفظنا بقى خش على اغير اللون اللون عايزينه ازرق تمام جدا ماشي طيب الحجم الخط اهو تبوغرافي وزود ممتاز 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 حلو جدا بص موقع بتاعك اهو زي الفل طيب انا الصور ده كلها مش عجباني هخش على الصورة دي اعلم عليها عن عنطرية القلم حلو جدا تمام اد الصورة اقول له مش عايزك انا عايز اجيب واحدة غيرك هخلي مسلا دي مكان دي ماشي اهي اتغيرت الصورة دي مش عجباني اهو خش اضغط اه اه هدي مسلا وقول له تمام دي حلو جدا تمام يعني دون يا زي ما انت شايف شايف موقع كله تعالى نشوف شكل الموقع بتاعنا حيبقى ايه شفت الاداة عملت فينا ايه خلصت الموقع في ايه مفيش ادي لهيه الوجهة الرئيسية بالفيديو بتاعي انزل تحت لما انها هذه الخدمة ادي تاني فريق العمل بتاعك تمام اهو فريق العمل شايف دنيا كلها اتغيرت فاضل معاني ايه الحاجات اللي تحت وهكذا 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 طيب انا مش عايز اللي تحت دي البرتشن اللي هو دي رسل مسلا البرتشن ده كل ده انا مش عايز واعمل ايه هاجي هنا تمام انزل فين البرتشن فين اهو برتشن ده هضغط كده علامة هي الست نقط اللي جنبها بعض واضغط اللي جنبها شكرا بس كده مش عايزك ومش عايز اللي تحته ده كمان مسلا شكرا باي باي حلو جدا خلاص والموقع بتاع هيبقى بالشكل ده يلا نشوف بص اده ايه الوجه الرئيسية ده الهضر بتاعك هنا لمن هزي موقع خلاص موقع تقدر ترفعه على فكرة حالا تقدر ترفعه حالا حالا تقدر ترفعه شايف اهو وينفع موقع على فكرة انت بتعمل حاجة ولا شركة ولا تسويق ولا بتاع انت كده خلصت هي السهولة دي اه هي السهولة دي كده احنا ايه ده مميزات بس خبالك ده جزء من مميزاتها لسه ما تكلمناش في اي حاجة انا بس عايز ادربك ازاي تستخدم الالمينيتور وظيفتك ايه انت بعد المحاضرة دي بعد المحاضرة دي حضرتك تدخل تضيف الالمينيتور وتبدأ تشتغل على القالب المجانية وتدرب نفسك تشيل وتحط وتكبر وتصغر وتختار الواق وتغير صور وتغير فيديوهات وتدلع الدنيا عندك زي ما انت ايه زي ما انت عايز تمام خلصت شغلك دايما هنا بص تنزل شايف دي ما ينفعش تضغط عليها انت لو ضغطت عليها الموقع بتاعك بقى عن نت اي حد يقدر يشوفه تمام فانت هتضغط على السهم اللي جنبها وهتقول له خلاص انت سيفت حلو الكلام كلام جميل طيب تعال نروح لتداش بورد بتاعتنا بقى تعالى بيس تمام تعالى نضغط طبعا او لسه ما تعملوش بابلش اه بصوا خليها المحاضرة اللي جاية ولا نعملها المحاضرة دي بصوا خليها المحاضرة اللي جاية موضوع ان انت تشير الموضوع لان هو لازم هنا نضغط بابلش واحنا لسه ما خلصناش تمام فالمحاضرة اللي جاية هنبدأ نتكلم فيها باستفادة المهم انا عايزك المحاضرة دية عشان ما تقلش عليكم تجيب التمبلت وتربط المشروع بتاعك بالالميليتور المجاني وتزبط ايه دنيتك وتشيل وتحط وتكت وتبيست وتدلع نفسك وتزبط امورك اشوفكم ان شاء الله المحاضرة اللي جاية لان المحاضرة اللي جاية فيها مفاجأة جمدة جدا استناني ان شاء الله المحاضرة اللي جاية بس ما تستعجلش ما تروحش للمحاضرة اللي جاية قبل ما تخلص دي واتطبق اللي فيها بحزفيرو